مقابل أولمبيك خريبغا اللي ربما الكل كان قلل من الحضود دياله في تأهل أمام خاص معانيد كفريق نجم ريادي الساحلي لكن مقابل في لقاء الإياب خاصة في الشوط الأول فريق أولمبيك خريبغا سي محمد سهيل يعني اتحت له العديد من الفرص ولولا الحارس أيمان المثلوتي لكن تمكن من افتتاح حساب تجيئ فعلا جميع سوف يتذكر كرة الشاب الوردي لأنه كان هناك انفراد لكن العموم قولنا هذا تفقنا عليه جميعا أنه الأولمبيك خريبغا يعني هو الآن هو الفريق الوحيد اللي خرج من المنافسة لكن ربما كرويا كرويا نقول عن المستوى يعني العطاء ربما أفضل من الفرق الثلاث لأنه تابعنا تقريبا المباريات ربما كان هناك إقناع لنشفنا مباراة الدهب ربما فرط في الفوز أيضا كان هناك بعض الأخطاء التحكيمية لكن مباراة العودة خصوصا الشوط الأول فربما نعتبر أنه هذا الإقصاء فيه شيء بما خير بالنسبة للفريق لأنه يعني أنه يركز الآن على المحاربة لأجل عدم السقوط للدرجة الثانية الجميع يتأسف لأنه نتكلم عن الفريق اللي كان في الرتبة الثانية السنة الماضية هو الفائز بالكأس خلال هذه السنة أنه توصل الأوضاع بهذا الشكل لكل جميع يعرف معاناة هذا الفريق بخصوص الملعب يعني يعانى كثيرا فالآن على الجميع في نادي أولمبيك خريبغا التركيز على عدم السقوط وأول يعني مباراة بالنسبة للفريق أولمبيك خريبغا عاد تكون يوم الخميس بالملعب ديالو مباراة الأولى هذا الموسم بالملعب ديالو أمام فريق اتحاد تانجا فؤاد ربما يعني أولمبيك خريبغا الآن يعني صعيب نقول ونفرحه أن الفريق خرج من من دوري أبطل إفريقيا لكن ربما الإمكانيات دي الفريق ما تسمح ليش لأنه يكون اليوم يعني في هذه الواجهاتين يعني اللي بجوج مهمين بزاف هو دوري أبطل إفريقيا وكذلك البطولة والظروف اللي أعيش فيها في الفريق في البطولة نعم ربما منطق المصلحة الكروية للبلد يعني للكرة القدم المغربية أن كان من الأفضل أن أولمبيك خريبغا يحاول يمشي في هذه المنافسة القرية يبحث على مكان له على الأقل يعني في الضور القادم لأن هذا الإنجاز كي يساهم في النقاط بالنسبة للمغرب على مستوى التصنيف دي الفيفا لكن للأسف شفنا أن الفريق قدم أقوى العروض وخرج مرفوع الرأس والآن ربما يركز أكثر على مشوار البطولة لأنه الأمور لن تكون بالهيئة بالنسبة الفريق أولمبيك خريبغا لأنه حتى لما كان يقدم أقوى العروض يعني ما كانش نتائج ما كانش معاه والحض عكسه في العديد من اللقاءات وخصوصا خصوصا أن يعني الصراع سيكون على أشده بين ما لا يقل الآن على ثمان فراق الآن لازلت مهددة على بعد تسع دورات من نهاية الموسم ستقريبا عشر فراق لازلت معنية يعني بالنزول وهذا حض فريق أولمبيك خريبغا أنه يآمن بالحضوض في المسابقات القرية وهو الفائز يعني بكأس العرش لكن المهم يعني بالنسبة للأولمبيك اللي عنده يعني خمستاشر نقطة فقط يعني في البطولة والحفاظ على المكان ديره مثل القسم الأول ترجمة نانسي قنقر